تطعيم الأطفال تطعيم الجهاز المناعي لديهم للوصول إلى المناعة المجتمعية يعد التطعيم المضاد لفيروس كورونا من السبل الوقائية ضد كورونا وتحوراته المختلفة لسيما للفئة العمرية الخاصة بالأطفال وذلك في سبيل زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوى والحد من انتشار الفيروس وتقليل مخاطر أعراضه جيت اليوم عشان أحمي نفسي عائلتي من فيروس كورونا أنا يتهمي عشان أتطعام أقول حقا الصفائيون هني عشان يتطعاموا وزارة الصحة أعلنت مؤخراً فتح باب التطعيم للفئة العمرية من خمسة أعوام إلى أحد عشر عاماً بتطعيم فيزر بوينتيك ومنذ هذا الإعلان بدر أولياء الأمور بصحبة أطفالهم بالتواجد بمجمع ستر التجاري حسب المواعيد المحددة لتحصين أطفالهم ضد كورونا حيث بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا التطعيم في أول يومين أكثر من 1639 طفلاً نشكر وزارة الصحة لتحص التطعيم للأطفال وأدعو أولياء الأمور لأخذ التطعيم لأطفالهم لقاية المجتمع وللحماية من فيروس كورونا ويمكن لكافة أولياء الأمور الراقبين في تطعيم أطفالهم من الفئات العمرية المعلنة عنها المبادرة بتسجيل أطفالهم لأخذ التطعيم عبر تطبيق مجتمع واعي أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة كما يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر قبل أخذ التطعيم للراقبين إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم ويتي هذا في سبيل الوصول إلى الحصانة الفردية والمجتمعية ضد فيروس كورونا